سينما دايماً حالة مبهرة أنا هكمل معاك الحوار مخرج عمر سلامة برى المنهج يعني عايز أسأل أسئلة كتير فسألتك قبل الفاصل كنا من التكلم عن انتصاراتك للمرأة كلمي كده زي ما كلمت عن والدي لازم أتكلم عن والديتها عشان ما تضربش لما روح فماما كانت بالذات في الفترة اللي كان بحكي فيها أن والدي ما كانش موجود كنت شايف قد إيه بطلة العالم بطلة العالم هي قدرت وأمي لحد النهاردة بسم الله إن شاء الله أنا وبينها دي تلطل عمر بطلة العالم أمي النهاردة بكلمها كانت لسه تعبينة وفي المستشفى طلعة لازم تخلص فيها كرنين نيدي ولازم توحيها الشهر العقاري يعني أمي شخصية قوي جدا وحتى من احنا صغيرين لما والدي ما كانش موجود كانت أب و أم و مديرة و نظرة في البيت و كل حاجة و هي كانت مدرسة و في المجال التعليمي عامة فهي كانت عندها قوة المدرسة السبات و قدرت البيت والولاد لا أنا في البيت ما كنتش بتعقب أنا كنت بتذنب جاب التلفزيون يعني قصدي أنا كنا كان أنا في مدرسة جوة البيت برضو فولدتي كانت ستة والحمد لله لسه يعني ستة قوية جدا و عندها شخصية جدا و متابعة لكل الشأن العام و 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 ليدر يعني قائدة في نفسها جدا فهي أنا متأثر جدا بمثال والدتي وحتى في حياتي الشخصية زوجتي برضو عندها نفس اله عندها نفس الصفات اتجوزت بفكرة إنه أنا عايز الصورة دي مش اللي هو شبه ماما بس صفات ماما ما كنتش قصيدها بس طول عمي بنباهر بستة قوية أنا عمي ما انبهرت بالستة اللي هي ماسكة في بنتانون الراجل زي ما بقول أو بتبص من شباك الراجل بالزبط بتبص بعينه ومن شباكه فهي الستة قوية دايما بتبهرني في الحياة و عشان كده حتى لما بكتب عمي ما عيف تكتب شخصية البنت الهابلة أو التفحة أو الممكسرة أو الضعيفة عشان كده احنا بنتبصت من الأفلام المنتصر للمرأة القوية لأنه المرأة القوية هي اللي بتقدر تصنع أسرة تصنع مجتمع صحيح تسند تقف والأهم إنها تصنع أسرة عشان أنا يعني فكرة كولابة الستة في إنها مسؤولة بس عن الأسرة دي شيء طول عمره أنا بالنسبة لي مش هو ده شغلني أنا شغلني الستة اللي تقدر تقف قدام المجتمع عمتا و عشان كده يمكن عملت فيلم قسمات تواجه كل حاجة عرف فكرة التعليم القديم اللي هو دراتي وبقاش موجود اللي أنا أبكره السورة النمطية بتاعت أمي تطبخ في المطبخ أختي تساعد أمي وأبي يجلس في الحديقة وأخي يلعب فالسورة دي السورة الست يعني كانت مالكة فرعونية والحد النهاردة احنا بنشوف بلاد بتتقدم إزاي وقوية إزاي والرئيسة سيدة وبنشوف في العلم وفي كل حاجة فلما خدوا تكافؤ فرص فعلا حقيقي شايفين الست إزاي قادرة تعمل كل شيء يعني بقى الموضوع يدحك لو لسه فيه نمطية بتاعت أن الست مكانها البيت وتربية الأولاد والمطبخ وأنها ماتوجيش